موسيقى 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 سلام عليكم مشاهدين أهلا بكم إلى هذا المجز الإخباري من الوطن الجزائرية كشف المدير العام بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر عبد النصر سايح أمس الخميس عن استراتيجية جديدة للعصرنة وتطوير تسمح لها بالرفع من مجال الخدمات الجوارية لفائدة المواطنين سايح وبمناسبة اليوم العالمي للبريد أوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحسين صورة بريد الجزائر من خلال تنويع النشاط البريدي من أجل التكيف مع تطور المجتمع ورغم الحديث المتكرر عن عصرنة البريد تبقى النقائص مستمر رسيمة على مستوقعات الاستقبال والاكتظاد المسجل مع موعد أجور المتقاعدين التي تحتاج إلى حلول عاجلة قبل التفكير في العصرنة أعلنت وزارة شؤون الخارجية الجزائرية أمس الخميس عن تسجيل ثلاثة حالات وفاة جديدة في صفوف الحجاج الجزائريين إثر حادث تدفع الذي وقع في مشعر منا وبهذه الحصيلة يرتفع عدد وفيات الرعاية الجزائريين في هذا الحادث إلى 28 شخصا وأكدت وزارة الخارجية أقول في بيان أن عدد الحجاج الذين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات يبلغ 28 حجا مشيرة إلى أن خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تتابع تطور وضع الحجاج الجزائريين في البقاء المقدسة في مجال الطاقة تبرى الرئيس المدير العام لمجمع سنطراك أمين معزوزي أمس الخميس لدى استعراضه لحصيلة أربعة أيام من النقاشات وتبادل الخبرات وتقديم المدخلة للباحثين والخبراء بقطاع الطاقة بوهران أن هذه الأشغال تعكس قدرات وانسجام الكفاءات أقول الكفاءات بشركة سنطراك مشير إلى أن نتائج هذه الأشغال تمثل حق لا ينضب من أجل بناء المستقبل في أخبار التقس عرفت الكثير من البلدية والدوائر في بعض الولايات الشمالية خاصة العاصمة طهط الأمطار غزيرة تسببت في قطع الكثير من الطرقات الفرعية الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في عرقلة حركة السير في عدة بلديات بسبب انسداد بلؤات الصرف ورغم أن الأمطار التي تساقطت في الشهر الماضي تسببت في فيضانات وأدت إلى وفيات إلا أن السلطات المحلية يبدو أنها لم تحفظ الدرس وطركت الأمور على حالها دوليا وفي فلسطين المحتلة قرر كين الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة منع الفلسطينيين تحت الخمسين عاما من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى يأتي هذا التطور في ظل تصعيد موجة القمع ضد الفلسطينيين إلى ذلك أعلن رئيس وزراء الكين العبري بن يامين ناتنياهو أن قواته دمرت بيوت الفلسطينيين متواعدا بأنه سيفرض عقوبات على ملقي الحجارة والتصدي لهم بكل قوة ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى عدة مرات واعتدت على المصلين بداخله منذ منتصف الشهر الماضي وحاولته إلى مزار سياحي أمام المستوطنين والأجانب في لبنان شهدت العاصمة بيروت إصابات في صفوف المتظاهرين وقوة الأمن أثناء اندلاع اشتباكات على خلفية تظاهر حركات شبانية ضد أزمة النفايات أمس الخميس التي تضرب البلاد حاليا واستخدمت قوات الأمن الغاز المسير للدموع وخراطم المياه في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برشق القوات بالحجارة أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل ضابط بوزارة الداخلية العراقية مساء الخميس في محافظة الديوانية جنوبية العراق وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد مان في تصريح صحفي إن آمير فوج طوارئ محافظة الديوانية السابق العميد غسان محمد قتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة لسقت أسفل سيارته في الديوانية على صعيد متصل اقتال مسلحون مجهولون اليوم مدير أمن دائرة استخبارات محافظة كاركوك المقدم أيضا حسين رفعة وسط مدينة كاركوك شمالي العراق أكد وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن الولايات المتحدة لن توافق على التعاون مع روسيا طالما تواصل تبني استراتيجية مضللة مشيرا إلى أن الجانب الروسي أعلن أنه سيتصدى لتنظيم داعش وجبهة النصر والجماعات الإرهابية الأخرى وقال كارتر أن موسكو شرعت في ضرب أهداف ليست تابعة لتلك الجماعات وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمقر حلف الناتو في بروكسل أن القوات الروسية تتعامل بصورة غير مهنية حيث انتهكت المجال الجوي تركي وهو ما يعتبر مجالا جويا تابعا للناتو نهاية مجازنا لهذا اليوم السلام عليكم اشتركوا في القناة